تتعامل مملكة البحرين مع قضية العمالة الوافدة بإنسانية وبنهج حضاري مشهود تؤكد من خلالها أن حقوق الإنسان إرث حضاري متجسد في البحرين تقاس مكانة الدول بتحضرها وتعاملها الإنساني في إدارة الأزمات والكوارث وهو التحدي الذي أثبتت فيه البحرين تقدماً واضحاً ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا عبر أليات عمل إنسانية ومجتمعية راقية أقرتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بشأن قضية العمالة الوافدة وفي هذا الإطار وبناء على توجهات معالي وزير الداخلية جاءت الإجراءات المتخذة مع القضية بتحدياتها الكثيرة بحيث كانت البداية بحملات توعوية مكثفة قامت بها شرطة خدمة المجتمع والتي تواصلت مع أفراد العمالة الوافدة وتوعيتهم باستخدام لغات متعددة من أجل سلامتهم والتزامهم بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا فيما قام المحافظون وتنفيذا لتوجهات معالي وزير الداخلية بمباشرة إجراءاتهم من أجل تخفيف الكثافة العددية في مناطق سكنهم المكتظة مما يتطلب توفير مساكن مؤقتة بديلة لهم ومزودة بالاحتياجات الضرورية والمعيشية وتتمتع بكافة اشتراطات السلامة نفذت المحافظات عمليات مسح ميداني لتحديد الأماكن المراد نقل العمالة منها وتلك المقترح نقلهم إليها رافقتها حملات على مباني سكن الجماعي المشترك لقياس مدى توفر اشتراطات السلامة فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالف منها لاشتراطات السلامة والتي يزيد عددها عن 1600 مبنى وفي مقدبتها التكدس العشوائي للعمال مع الإشارة إلى أن هناك وحدات أعمال صغيرة قد تتطلب أن يكون عمالها قريبين منها وبالتوازي مع تلك الجهود تم إجراء فحوصات استباقية بالمواقع التي يشتبه انتشار الفيروس فيها ووصل معدل حالات الفحص إلى 882 شخصاً لكل عشرة آلاف من السكان مع توفير العلاج المجاني للجميع من مواطنين ومقيمين واتخذت وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات الميدانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كإجراءات وقائية احترازية للحد من انتشار كورونا ومن ذلك الحد من انتشار الباعة الجائلين بالشوارع العامة ومنع تجمع العمالة الوافدة وتوزيع ما يزيد عن خمسين ألف وجبة طعام يومياً للعمالة الوافدة المتضررة من الأزمة وتطبيق القانون على الجميع فيما يتعلق بارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بما يسهم في الحد من انتشار العدوى من منطلق أن حماية الفرد لنفسه مسؤوليته الأساسية وبداية الطريق لمعالجة الأزمة إن كل هذه الإجراءات تؤكد واقعاً أن البحرين رائدة في مجال حفظ حقوق العمالة الوافدة والتي تساهم بقدر كبير في مسيرة التنمية والتقدم وهو أمر واضح في مجالات عدة سواء فيما يتعلق بأعمال البناء أو الخدمات العامة على اتساعها وهو نهج بحريني ثابت على مر التاريخ يعكس تحضر البحرين ورقية مجتمعها وحكمة قائدها